وباء الكوليرا بدأ بالعودة من جديد هذه المرة جاء التحذير من الأمم المتحدة بعد أن تزايدت حالات الإصابة به خلال الشهرين الماضيين مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استفان جوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك أوضح فيه أنه منذ أبريل 2017 تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا وأكثر من 2300 حالة وفاة مرتبطة بها في جميع أنحاء البلاد دجاريك أضاف أن تفشي المرض هو الأخطر على الإطلاق رغم أن شركاء الأمم المتحدة قاموا بتطعيم ما يقرب من 400 ألف شخص في المناطق شديدة الخطورة في الحديدة وإب أكثر المناطق تفشيا للوباء في الجمهورية وذلك بعد الانتهاء من حملة سابقة في عدن بمايو الماضي تم خلالها تطعيم ما يقرب من 275 ألف شخص وأشار أنه تم تخزين الإمدادات اللازمة لمعالجة أكثر من نصف مليون حالة في المخازن والمكاتب الصحية بالمناطق المعرضة للخطر لكن يبقى السؤال هنا هل تكفي كل هذه الإجراءات لمواجهة موجة ثالثة محتملة من الوباء أو حتى لعلاج عدد ولو متوسط من المصابين به وبالتالي إنقاذ المرضى